مشاهدين أسعد الله أوقاتكم إليكم ملخص لأحوال الجوية المتوقعة ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة طقس حار نسمي بوجه عام درجات الحرارة أعلى من المعدل بقليل ما بين درجة إلى درجتين وأثناء الليل أجواء معتدلة بإذن الله مشاهدين فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات المهنية للاستثمار مشاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن المملكة ستكون تحت أثير كتلة هوائية ما بين معتدلة الحرارة إلى حارة نسبيا هذا اللون الأحمر يمثل درجات الحرارة الأعلى واللون الأصفر يمثل درجات الحرارة الأقل حرارة لكن هناك ارتفاع قليل وآخر طفيف على درجات الحرارة لتصبح الأجواء بشكل عام أجواء حارة نسبيا الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة أجواء معتدلة صيفية معتدلة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 20 درجة مئوي أما الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة يوم الأثنين أجواء تقريبا ما بين صيفية عادية إلى حارة نسبيا درجات الحرارة تقريبا المتوقعة في عمان بحدود 32-33 أعلى من المعدل بحدود درجة إلى درجتين والأجواء أثناء الليل أجواء معتدلة والصغرى المتوقعة 21 درجة مئوية يومي الثلاثة والأربعاء أجواء صيفية عادية إلى حارة نسبيا درجات الحرارة حول معدلاتها العظمى المتوقعة يومي الثلاثة والأربعاء ما بين 31 إلى 32 والصغرى المتوقعة بحدود 21 درجة مئوي أجواء معتدلة أثناء الليل أما الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المناطق المختلفة في المناطق الشمالية أجواء حارة نسبيا إربط 35-22 عجلون 34-21 جرش 34-22 المفرق أجواء حارة نسبيا 35 إلى 21 درجة مئوية عمان والمنطقة الوسطى أجواء تقريبا صيفية عادية إلى حارة نسبيا البلقاء 32-22 معدبة 31-21 البحر الميت أجواء حارة 40-29 والزرقاء أجواء حارة نسبيا 35 إلى 22 درجة مئوية المناطق الجنوبية أيضا أجواء صيفية عادية إلى حارة نسبيا الكارك 32-22 الطفيلة 31-21 الشراح 29-19 العقبي أجواء حارة العظمى 41 والصغرى 28 معان حارة نسبيا وكذلك البادية الجنوبية الشرقية العظمى المتوقعة في معان 35 والصغرى 22 درجة مئوية المناطق الشرقية أجواء حارة الأزرق 38-24 الصفاوي 38-24 وأرويش 38 إلى 23 درجة مئوية مشاهدين شكرا لمتابعتكم ونترككم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات LG الرؤية الحديثة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة